السلام عليكم أيها الرائعات معكم أميمة على قناتكم وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم حزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والحافية وصفتنا لنهار اليوم فهي وصفة جد مفيدة وفعالة لعلاج مشكل تشققات الأقدام وخشونة القدمين من أول استعمال ستلاحظين نتائج جد رائعة إذا كنت تعانين من جفاف القدمين كذلك فهذه الوصفة خصيصا لك عزيزتي إذا كنت مهتم بالوصفة فتابعي الفيديو للآخر صل 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 على رسول الله صل 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 على رسول الله وصفتنا لنهار اليوم عزيزتي مكونة من ثلاث مكونات فقط للحصول على قدمين وأياد ناعمة بامتياز من أول استعمال ستراحظين نتائج جد مرضية كمكون أول عزيزتي ستحتاجين إلى الفازلين يفضل ويستحسن عزيزتي أن يكون الفازلين الطبي للحصول على نتائج رائعة وجد مرضية ستحتاجين كمقدار من الفازلين المعروف عليه على أنه مفيد جدا لعلاج التشققات ويعطي ترطيب وتنعيم حالي الجودة للأقدام واليدين كذلك ستحتاجين ثلاث معالق كبيرة من الفازلين لعلاج مشكل التشققات وكذلك ترطيب وتنعيم الأياد أما المكون الثاني فهو زيت الورد فزيت الورد مفيد ورائع ومعروف عليه على أنه يعطي ترطيب ولمعان وليونة للجلد ولهذا فهو جد مفيد وسيعطيك نتائج رائعة في هذه الوصفة وسيساعدك على التخلص من خشونة الأقدام وكذلك ترطيب اليدين بامتياز ستحتاجين عزيزتك مقطع من زيت الورد في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من زيت الورد كذلك زيت الورد له رائحة مميزة ولهذا فهو أيضا مفيد سيعطيك رائحة زكية للأقدام وأما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة فهو أيضا حبارة عن زيت فهو يعطي تنعيم وترطيب وكذلك ضياب ناسع للأقدام وكذلك ليدين وهو زيت الغريسيرين فالزيت الغريسيرين معروف عليه على أنه من السجود المبيضة والملينة والمرطبة للبشرة ولهذا فهو سيعطيك أقدام ناعمة ورطبة من أول استخدام وكذلك خالية من التشققات ستحتاجين عزيزتك مقدار من زيت الغريسيرين في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من زيت الغريسيرين بعد التهرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتزبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فالمرجو منك الشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي عزيزتي دعمنا بلايف وشير وتعليق أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة في إلاء أو في قرورة سجاجية محكمة الإغلاق تقوم بوضع الفازلين الطبي يستحسن ويفضل أن تقوم باستخدام الفازلين الطبي وإذا لم تسوفر على الفازلين فيمكنك استبداله بشمعة تقوم بإذابتها جيدا وتضيفين لها باقي السلو بعد ذلك تقومين بإضافة زيت الورد وكذلك زيت الغريسلين وتقومين بخلف مكونات جيدا حتى تتجارس وبعد ذلك تصبح الوصفة عزيزتي جاهزة للاستخدام فيما يخص طريقة الاستخدام فمن الأحسن والأفضل عزيزتي قبل استخدام هذه الوصفة تقومين بغسل أقدامك جيدا بمحكة خاصة لإزالة الجلد الميت وبعد ذلك كخطوة ثانية تقومين بالترطيب وتنعيم الأقدام باستخدام هذه الوصفة تقومين بتوزيعها على الأقدام بالكامل وتقومين بلبس الجوارب القطنية وتنامين الليلة كاملة بعد مرور الفترة الليلية أي في الصباح تقومين بغسل أقدامك جيدا وتجفيفهما جيدا بفوطة قطنية وتقومين للمرة الثانية باستخدام الوصفة لكي تحصل على نتائج سريعة ومضمونة من ثاني استعمال ستلاحظين نتائج جيد رائعة أو يمكنك استخدام هذه الوصفة في فترة الليل فقط وفي الصباح تقومين بغسل الأقدام وتنتظرين إلى فترة الليل أو في الليل تقومين للمرة الثانية وثالثة لمدة أسبوعين لاستخدام هذه الوصفة لكي تحصل على نتائج رائعة يمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لترطيب وتنعيم الأياد أو اليدين جيدا بعد غسل الأواني أو التنظيف العميق للمنزل كل ليلة تقومين بترطيب اليدين باستخدام هذه الوصفة ستعطيك نتائج جد رائعة من أول استعمال كانت هذه هي وصفتي عزيزتي لنهار اليوم دم دم في رعاية الله وإلى ذقاء في وصفة أخرى إن شاء الله السلام عليكم أيها الرائعات معكم أميمة على قناتكم وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم عزيزتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والحافية وصفتنا لنهار اليوم فهي وصفة جد مفيدة وفعالة لعلاج مشكل تشققات الأقدام وخشونة القدمين من أول استعمال ستلاحظين نتائج جد رائعة إذا كنت تعانين من جفاف القدمين كذلك فهذه الوصفة خصيصا لك عزيزتي إذا كنت مهتم بالوصفة فتابعي الفيديو للآخر وصفتنا لنهار اليوم عزيزتي مكونة من ثلاث مكونات فقط للحصول على قدمين وأياد نعلمة بامتياز من أول استعمال ستراحظين نتائج جد مرضية كمكون أول عزيزتي ستحتاجين إلى الفازلين يفضل ويستحسن عزيزتي أن يكون الفازلين الطبي للحصول على نتائج رائعة وجد مرضية ستحتاجين لك مقدار من الفازلين المعروف عليه على أنه مفيد جدا لعلاج التشققات ويعطي ترطيب وتنعيم حالي الجودة للأقدام واليدين كذلك ستحتاجين ثلاث معالق كبيرة من الفازلين لعلاج مشكل التشققات وكذلك ترطيب وتنعيم الأيادي أما المكون الثاني فهو زيت الورد فزيت الورد مفيد ورائع ومعروف عليه على أنه يعطي ترطيب ولمعان وليونة للجلد ولهذا فهو جد مفيد وسيعطيك نتائج رائعة في هذه الوصفة وسيساعدك على التخلص من خشونة الأقدام وكذلك ترطيب اليدين بامتياز ستحتاجين عزيزتك مقدار من زيت الورد في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من زيت الورد كذلك زيت الورد له رائحة مميزة ولهذا فهو أيضا مفيد سيعطيك رائحة زكية للأقدام وأما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة فهو أيضا حبارة عن زيت فهو يعطي تنعيم وترطيب وكذلك ضياب ناسع للأقدام وكذلك ليدين وهو زيت الغريسيرين فزيت الغريسيرين معروف عليه على أنه من السجود المبيضة والملينة والمرطبة للبشرة ولهذا فهو سيعطيك أقدام ناعمة ورطبة من أول استخدام وكذلك خالية من التشققات ستحتاجين عزيزتك مقدار من زيت الغريسيرين في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من زيت الغريسيرين بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتزبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فالمرجو منك الشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي عزيزتي دعمنا بلايك وشير وتعليق أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة في إله أو في قرورة سجاجية محكمة الإغلاق تقوم بوضع الفازلين الطبي يستحسن ويفضل أن تقوم باستخدام الفازلين الطبي وإذا لم تسوفر على الفازلين فيمكنك استبداله بشمعة تقومين بإذابتها جيدا وتضيفين لها باقي أزوي بعد ذلك تقومين بإضافة زيت الوعد وكذلك زيت غريسلين وتقومين بخلط مكونات جيدا حتى تتجارس وبعد ذلك تصبح الوصفة عزيزتي جاهزة للاستخدام فيما يخص طريقة الاستخدام فمن الأحسن والأفضل عزيزتي قبل استخدام هذه الوصفة تقومين بغسل أقدامك جيدا بمحكمة خاصة لإزالة الجلد الميت وبعد ذلك كخطوة ثانية تقومين بالترطيب وتنعيم الأقدام باستخدام هذه الوصفة تقومين بتوزيعها على الأقدام بالكامل وتقومين بلبس الجوارب القطنية وتنامين الليلة كاملة بعد مرور الفترة الليلية أي في الصباح تقومين بغسل أقدامك جيدا وتجفيفهما جيدا بفوطة قطنية وتقومين للمرة الثانية باستخدام الوصفة لكي تحصل على نتائج سريعة ومضمونة من ثاني استعمال ستلاحظين نتائج جيدا أو يمكنك استخدام هذه الوصفة في فترة الليل فقط وفي الصباح تقومين بغسل الأقدام وتنتظرين إلى فترة الليل أو في الليل تقومين للمرة الثانية وثالثة لمدة أسبوعين لاستخدام هذه الوصفة لكي تحصل على نتائج رائعة يمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لترطيب وتنعيم الأياد أو اليدين جيدا بعد غسل الأواني أو التنظيف العميق للمنزل كل ليلة تقومين بترطيب اليدين باستخدام هذه الوصفة ستعطيك نتائج جد رائعة من أول استعمال كانت هذه هي وصفتي عزيزتي لنهر اليوم دمتم في رعاية الله وإلى ذقاء في وصفة أخرى إن شاء الله